إلا غيزيومي 13 سنة من التشليك إلا غيزيومي تهنتيلت صافي سعيد إلا غيزيومي تهنتيلت برشق منهم محمد الطالبي إلا غيزيومي الله يرحمه الدكتور في الفقه الإسلامي الغذباني الله يرحمه هذا كله كأنه ثم تسهيل للنقد اللي يجي يتكلم اللي يجي يقول فهمت بالنسبة لنا معتا كالكسبرينس الصغيرة اللي عندي عندي هنا في تونس ثم المسرح ثم مونينوردي معت ميت تفاضل تومجي كند نعمل أنا نسكر معاك لتودت تفاضل أنا الحقيقة أور جملة الكنتكس لول ما كنتش عارف شنية اللي حكي اللي يحكي فيها أصلا أما كريت تصويرها بديت ناخد فكرة على الكنتكس تصوير سيدة مونينوردي اللي توقع دي نشوف فيها في الإكران واللي نذكر الناس يمكن اللي ما شفتهش كيف كنت أشرف أنا هي كانت صورة وهي تدجسد شخصية في مسرحية شخصية راهبة ولبسة زي متاع الشخصية اللي تتقمس فيها أنا الحقيقة من ضخمة الوصف بتاع قبيلي شفي بالي ذيك الحقيقة بالرسمي مش مع أنت دور في أما توقف ثمتلي هو دور نحب ننظيف على كلمك هو قبل كل شيء ملاحظة اللي رغم لي ما نشفهم شيء ما كمية المشاعر نحس فيها في البلاتو وصلتني ماذا حصلت فما حكيها كبيرة قاعدة تصير معناها فما حسيسة قوية اللي نحب نضيفه على كلمك هو أنه الشعب التونسي وما نحبش لهنين نخصه كشعب تونسي العبد كل بسفة عامة في العالم كل لذي من تجربتي في السوشال الميديا وصناعة المحتوي العالم كل ما يغزرش العبد اللي يعطيهم سواء في تمثيل إلا في فيديو ولا اللي هو ما يغزلوش كالعبد في حد ذاته كما قلت انتي اللي طيب في الكوجينة يغزرلو شخصية في الحالات الكل بمواقف والبرسونيل بخدمته بكل شي راح شخصية كما نقول احنا سيري سيري عادي تعدي حلقات ما تعجبك تسبها تجي حلقات تعجبك تتشكرها في اللحظة اللي نفرقوا الحاجة هذه ونفهموا اللي العبد تغزرنا كسيريات مشكة بالرسمة عبد خطر لوجيك موم تنجمش مئة ألف عبد يسبوا عبد برك تحسها ما تجيش في الدنيا ما تنجمش تصير على العبد في الدنيا أما تصير في السوشيال ميديا عليش الخطر ما يغزروش كعبد يوصلوا كسيري يكومونتي عليها كيف همتا الحاجة هذه نقصت عليها برشا الضغط بالنسبة لك مع تحتي أنتي فمتا مع روحة أنا في بريود معين تعرفت النقد قوي والحاجة هذه خلتني نفس المجتمع تفرج في حمدي غيث مثل في أبو صفيان ونفس المجتمع تفرج في عبدالله غيث عبدالله غيث حمدي غيث مثل أبو صفيان نفس العبادة تفرج في أنتوني كوين بلاي لتذكير معتا المجتمع وحيدة دريدي ذكرتنا وقالتها للناس في الصفحة متاحة قامت بدور مريم العذرة في شريط تصويري وثائقي إنجليزي وقدمت نفس الدور أكثر من مريخي معتا مسرحية ومعتا أنا قدمت أدوار كنت قبل عنا السينما الأجنبية جيل تونس وتصور الأسفة ونقصة لكن إن شاء الله ترجع نهار من عرات لأن التجربة تضيفنا قدمت ثلاثة مرات دور السيدة مريم كنت يونج ميري وبعد قدمت أولد ميري في أشريط مش معناها أنا رأني السيدة مريم أم عيسى أما دور كالأدوار أنا أتسأل كيف تش في 2024 أحنا نطرحو السؤال ونطرحو المشكل من الزاوية هذه المعلوماتكم أحمد لندلسي رأوا مثل عيسى عيسى بنفسه مصلوب معناها على الصليب وأنا مثلت أم عيسى لكن اللي نحب نقوله كما قلت لك مريم سمحني قصي بللي نسيرش بانسير هذا موضوعنا لول تخلنا فيه بالكارت بلانش متاع أنا حبيت نقول لك اللي رأوا فعلا المجتمع يفرق بين الشخصية والشخصية الواقع والخيال الواقع والخيال لكن يستعمل عدم المعرفة أو التوجه إلى المغالطة وقت لحبه وينقض بطريقته الخاصة فما نقتل عندما ننقض الفن نمشي وجريا إلى ما يسمى العقائدية والعقيدة والدين هذا رأوا خطأ ما يصيرش هدية ما يصيرش لأنك بيش تهاجم شخص معروف بعلوه وأخلاقه وبطريقته الفنية وبسمو الأدوار اللي قاعد يمثل فيها بيش ننقضوه مباشرة نعرضوه بلائحة الدين وهذا خطأ كونوك لست هدية هدى غالب نهائيا الحاجة الثانية إنه فما حاجة اكتشفتها ثلاثة مرات كلما نلقى شخص أو شخصية فنية تنسية معروفة هجمتها ندخل الآن نوسع بالي وندخل لكومنتر صدقوني والله العظيم تسعين في المياه من الناس اللي حطت دي كومنتر وتعليقات راهم دي فو بروفيل راك تدخل للصفحة تلقاها حضرتها الآن وهنا عندها ساعة مليت عملت راو نقولي تتسئل انتي وشنو أساير بالضبط كيف حسنا مكين افما حاجة شنو ألي ساير بالضبط نقول يا أخي فما حاجة ممنهجة باش نضرب الرموز متاعنا ياخي فما حاجة نفس الشاي اللي صار وقت ليش بدنا فما مرّة جت حملة على المرحوم الزعيم لحبيب بورقيبة ودخلنا في متاهات ناس تحكي في حكايات ما عنداش علاقة بالتاريخ ما عندهم حتى علم لا بالتاريخ ولا بالحركة ولا باش نولي صار لكنه مياه يجمو نفس الشاي اللي كيما كنت نحكي على لطفي بشناق أو زياد غرسة أو غيره علاش أحنا الشعب الوحيد اللي فيه باش ما يفوقها واحد بشي عمل لكن لكن نقوله عدد كبير نهجم الرموزة دية اللي أحنا لازم نعملوها قداسة علاش قداسة بمعنى الاحترام هاي فلا كبارات الفن كبارات الإبداع كبارات بناية الوطن معانت هذو هم بالحسن مقبيلة وانتي تبع في تبعت شنو اللي سار والفوفعة هذية كيما قال إبراهيم التايف معانتا اللي سار واللي هي الحقيقة فاتت الضحكة معانتا والضمار وليت حاجة تخي سيريوز اللي سار والتهجم اللي سار على السيدة من النودين فاضح هو كامل يكا نصور والحقيقة أنه أنا كونتر أنه نقوله الشعب التونسي برك على خطر لكسي للإنترنت للعالم الكل خلأ أي واحد نكرة يجي يعطي رايو ويجي ويوصل للعبيد ويجي ولي عنده راي اليوم تجي متكون إليكسيون ولا انتخابات ولا أي حاجة يجي ويطلوا عبيد ويحسب عبيد نعم لغروبات اليوم نحب ونضرب يونس نحب نطلعوه ونطلعوه بالحق حتى عبيد نكرة اليوم شفنا يجي من بلايس وعندهم بلاسة في التلفزة كما قبيل حكينا يحكي في الطب يحكي في السياسة يحكي في الكورة عبيد بطالة ما عندها ما تعمل يلقوز اليوم يحكي فيها أي حاجة بالحق ما عادش عن عبيد يحكي في حاجة سبيسيفيك وبالحق نجمو نسموه من عنده ديمو تكنيك نجمو ونوز نحكي في اللي يجي حتى نحن مثالتها وكولتورة نحن 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 تقسيمات اليوم موزيك عمرها 50 سنة في العالم وهي تطور وتعاملت مع مختلف الألمات الموسيقية في العالم إنما نحن في تونس عن جهل يجي يجي موئسل إنت أهل الذكر رسل السيدة ذكر يعرف ما يعرف جيبه أما اليوم نحن 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 يراه كما مدام مونين نوردين تتسب ولا تحكي هو يقول لك إنا شو مش نخدم وشو مش نعمل ولي يخاف على روحي في تونس اليوم ما يعبد وليت عنده كما كريسبي يخاف بشي يعمل فيديو ولا بشي يتكلم ولا بشي يقول لك تصيلي المشكلة ويحكي وعلي أو لنوالي تكاركيرا مبينة قوسيا سبحونا كلمة خهيرة معنا نحن نحن نحكي على البداع أو الترشيق أو الحاجة قريت تخرج من كل العبد اللي بالحق متسيب ليش قيود ما فمي اش حاجة كيمتي فينا نحن اللي ميت متاع ذي كما توصل مات متاع بالش في حون تك انتي بش توصل نس ما وصلتش ونس إنما قعدنا نخرجوا كل مرة في الفي الكوارجي ومرة في الفي المخرج ومرة في الفي الممثل تونس وليده برشا معنا بلاصتنا نحن والتنوع اللي عنا واللغات كون نجم وخير برشا من جيرنا الحقيقة اوماج بدأ بي يونس هند ولي هو ميرتي للسيدة موني نوردين اللي زي نكونوا احنا فخورين اللي عنا فنان نوردين لكل الفنانين والمبدعين على خاطر حتى يونس موني وحتى وحيدة موني بيانصور وكل الفنانين اللي قدموا الدوار استثنائية هم زيدة موني معانتها موني والت سين سانبول وما بين هند الناس اللي عملت الخلط اينا قري تروا ناس وتعلق وناس حتى عندهم مسألة مش في العمر هذية تقبل بشتلب السليب مش في العمر هذية تقبل الدور هذية لي مايجيش انزي لقصار اول حاجة مغسي على النص متعك بالحق والله نسمع فيك الاحساس اللي حكيت به هو ذهلي احساس الممثل والاحساس الناس اللي تمشي تتفرج المتفرج اللي يمشي زيدا للمسرح اللي بعد ما توفى المسرحية زيدا هو يهز روحه ويروح الدار ويقعد بكل حسيس ويقعد مخه ويخدم ويقعد معك الشخصية ويقعد في المسرح في السينما مغسي على النص متعك بالحق ظهر مجواجي معنا راو في كتب تاريخ السينما كي نقراول تاريخ السينما التونسية من الأسامي الأولى اللي تتكتب في الكتب هذو مع تاريخ السينما السيدة مونين نوردين هذه حاجة نتفهم فيها منتو دونك أنا منيش كل احترامي وتقديري للمرأة عظيمة ممثلة عظيمة بتاريخ فني كبير مسرح سينما اللي هي سيدة مونين نوردين هذه حاجة منيش نحب نحكي في حاجة أخرى مهمة في 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 المسرح أنا نتمكن أكثر من السينما هو اختصاص هو اختصاص كتقربي في الجمع هو تم الفينومين دينتيفيكاسيون يعني اليدنتفيكاسيون متع المتفرج للشخصية اللي تفرج فيها الفينومين هذي يصير معناتها العلاقة هذي تصير ما بين المتفرج والشخصية ونقول شخصية وثم معناتها بلزر نيفو دينتيفيكاسيون يعني كيفاش المتفرج يتبنى الشخصية هذي اللي 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 يجعني اليوم والحاجة اللي بيهت فيها اللي وصلنا اليوم ولا هال الفينومين دينتيفيكاسيون ساعة فتنية وما غير ما نتفرج ما تمش فرج أما انسي دانتيفي كيفاش انسي دانتيفي السوفي تتعدى تصوير اون فوتو لنعرفها وقت اتخذت لفنا اتار لفنا اتار زماني لمكاني لحتى شي لاشنو ما نعرف عليها حتى معلومة الصورة ومن هنا نفوت لفنا من دينتيفي كاسيون هذي معنا معاش نتبنى الشخصية ناخذ الشخصية هذيك ونسيب الكراهية اللي عنا الكل والعقد اللي موجودة الكل ومن اكبر العقد خطر حتين كيفك واحدة قعت وسعت بالي وقعت نقرأ ساعة عقدة العمر عقدة العمر هذه معنتها أي عبد تحب توجع بالكلام يلي عمرك خمسين ويلي عمرك ستين ويلي عمرك سبعين يزي وخلي البق على الغيرك هذا يقريتها في العمر هذا في العمر راني نقرأ في حاجات إيلوبيا هينو ثمسين أساس يزمك يزمك تموت عمرك عربين أما يدفنك في الثمانين بالضبط مرتين ويبهتني أكثر معنتها تعاليق نسي معنتها نسي ما فهمتش شنو شنية المشكلة أنا بالنسبة ليا عبد يوصل معنتها تعاليق هذا ما نتخيلش إنسان ما نتخيلش نجم نطلع غالطة أما ما نتخيلش إنسان يقرأ في كتب وما نتخيلش إنسان يمشي لمسرح وما نتخيلش إنسان يمشي للسينما وما نتخيلش إنسان يتكلم معنتها أكثر من لغة وما نتخيلش خطر عبد كان عنده هذية الكل وعنده هالثقافة وعنده لتولغانس وعنده الانفتاح على كل شي ما نجم يكتب حاجة كيف نهاك على خطر اليوم هالتاك اللي صارت بالنسبة ليا أنا تجسد محدودية الفكر وبس ونقف وغاديك محدودية الفكر هذي مكر ما سمحنا جس نكمل زياد محدودية الفكر راهي تجي من برشة حاجات نرجعوا نشوفوا برامج التعليم يعني نرجعوا نشوفوا صغارنا كيفاش نربيوهم على الصورة وعلى برشة حاجات أخرين كما كنت تحكي تربينا معتها لميت كي عقاب نهار لحد معناتها حتى عندك تحب تعمل حاجة أخرى لازم تمشي سينما صباح نهار لحد لازم تمشي العاشة متاع صباح لازم تمشي هاو كيفاش دونك اليوم يظهر لي المنظومة هذه الكل لازمنا نعود نشوفها الثقافة التعليم والنقص نقص نقص مع هالكراهية هالكراهية الكبيرة في بعضنا اليوم معنتها وصلنا نعاير بعضنا بعمرنا بالعمر في هذية هندة سمحني فما حاجة خطيرة 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 جدا أنت جبتها توها وتحكي فيها واللي هي من ألفين وحدش تفشيت برشا اللي هي سك الحياة ما معنى سك الحياة معناها يجيك أنت عمرك أربعين انتهت حياة اي فات اي 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 لكن تحس انه وكأنها وكأنها سمحوني في الكلمة رأوا مشكلة انك تعطيني سك حياة وقتاش لازم نعيش وقتاش ما نعيش معناها انت توصي ونو الحدث انت فاشي نازي معناها انت تحب تقتلني وقت انت حاشتك بش تقتلني معناها انت تعطيني اسمع مريم اليوم مدينة نص الليل عندك 40 سنة دونك تك يعيشك انت اوه فت خمسة سنين بعد الاربعين علوغ لكن وصلنا للستيش قاعد تعمل التوى تمشي تعمل كيب وتسافر تمشي للجبل او منطق خلي بلاستيك اي اراو فما منطق خايب بالكار شنين معناها خلي بلاستيك الانسان لا يشبه الآخر في اي شي وذلك خليك تقبل الآخر وتخلق حياة اللي هي متكونة من كل الناس بأفكارهم وبتوجهاتهم وكل واحد شنو اللي يحب وشنو يميل ينس